تفقد محافظ بن سويف محمد دهاني غنيم انتهاء أعمال تطوير ميدان الأزهري ضمن خطة إعادة الشكل الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية عن طريق خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام استمع المحافظ لعرض موجز عن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالميدان وشملت إنشاء توسعة لمحاور مرورية وإضافة مساحات لكل جانب نظرا لأهمية موقعه كمدخل للمحافظة من ناحية الفيوم ونقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية بن سويف مع الطريق الدائري القادم من الطريق الزراعي شمالا إلى الزراعي جنوبا نحن النهاردة بنشهد انتهاء أعمال تطوير ميدان الأزهري لنقدر نقول أنه هم من أهم الميدين وللأسف كان مهمة لفترة كبيرة جدا وخاصة أنه هو يعتبر الطريق الرئيسي لبن سويف والفيوم سابقا ولازال عليه ضغط كبير ومع ذلك قررنا أنه نهتم بله لأنه هو محور وتقاطع لعدد كبير من الطرق زي ما حضراتك شايفين السيارات ورانا هو المدخل لمدينة بن سويف اللي هي عاصمة المحافظة في كم مهم أنه نعمله بالشكل اللي يلق به وفي نفس الوقت نوسعه علشان نقدر يتحمل الكسفات المرورية اللي كانت بتؤدي نتيجة التقطيط السيء لعدد من الحوادث وتكدسات مرورية